وأول سؤال عندنا النهاردة السؤال من أستاذها شايماء من القاهرة تفضلي حضر السلام عليكم يا شيخ عليكم سلام عليكم من فضلك أنا بقالي سنتين ونص غضبانا عند والدتي سنتين ونص غضبانا عند والدتك وأبو البنت ما بيستقلش عليها ولا بيصرف عليها وحاولت أن أنا بأكل أمم ويديه وأهله ورفضوا وخدوا الحاجة بتاعتي وصرفوها باعوها أقول لي أنت ملكيش حاجة عندنا ودخلت معاه في كسة المحاكم بيقابلني في المحاكم ما بيقول ليش بنتي عاملة إيه جبت له أحكام هربون ما عرفش حاجة عنه لحد مبارح بعثت له ناس من عنده من البلد والدته قالت إحنا ما نعرفش حاجة عنه واللي معها تعمل بنتي دلوقتي عندها سنتين ونص وهو ما تفكرش أنه يسأل عليها طب أنا بس السؤال أنت سنتين ونص غضبانة عند أهلك كان إيه سبب الغضب والدته وأخته والدته وأخته وهو فين في العلاقة هو مش عارف يحميني منهم لما والدته وأخته طلعوا تهجموا علي وأنا حامل حاول يهربني منهم هم رحمة خليني نطة من عسلتوح وأنا حامل خلص أربع شهور يعني دي عارك بقى أه كان هو مش عارف يحميني منهم واخوه واخوه بس هو سؤالي 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 بس عشان بس نفهم لأنه أنا ما عنديش هو مش موجود معي دلوقتي وأنت اللي بتكلميني بس أنت بتسأليني دلوقتي أن أنا أوجه له كلام يا ريت والله هو بيسمع أنا خلينا أقول لحضرتك حاجة أنا أوجه لكم أنتو الاتنين للكلام لأن مع ذرة بعد إذن حضرتك كان المفروض أن إحنا يبقى عندنا خطوات كتيرة جدا جدا قبل ما نوصل للنقطة اللي إحنا فيها دي وحضرتك أنا عارف أتقولي أن إحنا عملت كل اللي حضرتك هتقول عليه أنا آسف يعني إحنا لما بنيجي نتجوز بعض ما ينفعش أن الزوجة تقول أنا حفظة جوزي لما أجا أقول لها والله هو يتغير تقول لي لا أنا حفظة وما فيش أمل فما ينفعش تقول لنا حفظة وهي مش عارف المداخل ومش عارف المفاتيح الحسنة اللي ممكن تدخله منها والكلام لحضرتك ولي كل الزوجات حضرتكم لازم نرجع تاني نقرأ حياة زوجة من كديد اللي إحنا بنشوفه ده حاجة فوق الوصف إحنا الناس كده مش فهمة يعني إيه أسرة حضرتك بتقولي هو مش قادر يحميني من أمه وأخته إذن إحنا عملنا عركة والعركة دي مش إن حضرتك كنت قاعدة وبعدين هم جووا متهجموا عليكي أنا كنت شايف إن الأولى حضرتك لو بنتكلم عن الحل إن أنت كنت ببساطة خالص إن أنت تطبي سكن برا بعيد عن أمه وأخته مش نعد إحنا ندخل في مهاترات ويوصل الحل إلى هذا المستوى وعشان ما حدش يقول إنت ليه بتكلمها وتقولها كده وهم اللي غلطانين فيها وهم اللي أزينها أنا ما سمعتش ما سمعتش الطرف التاني لكن خلينا أقول لحضراتكم إن الزوج اللي يسيب زوجته سنتين ونص هذا ليس من قبيل الشهامة وإن يضطرها إن ترفع عليه قضية لأنه هو مش عايز يتصرف ويحمي بيته فهو واقع في تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أنه واقع في أعظم الاسم إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول ليس من خياركم خلونا نمشي بقى مع كلام حضرة النبي ليس من خياركم من يلجئ زوجته للمحاكم ده مش من خيار الناس وليست المرأة من الخيرات إذا ألجأت زوجها إن هو يصارع أهله لازم نغير طريقة تفكيرنا في الأسرة ده مش من العشرة الحسنة لا من الزوج ولا من الزوجة أو تحط زوجك في خيار ما بينك وبين أهله ووعا ترمي مراتك من فوق السطح لو كلام كان صحيح ووعا كمان تخلي مراتك سنتين ونص وما تسألش عن أولادك لا أنت هتسأل أمام الله سبحانه وتعالى وكمان في العيشة اللي أنت عيشها تمحق البركة منك لأنك أنت ظالم ظالم أهلك لازم الناس لما تعتبرين المشاكل و أنا بحظر الناس وأقول لك الزوج الكلام ده ليس معنى أني كرة اللهب في المشاكل بدأت تتضحرك أني خلاص وصلنا للنهاية أبدا الرجل هو من يظهر من يظهر في الأزمات تتحمل مسؤوليتك وتحل المشكلات مش أني خلاص المشكلات بدأت وخلاص احنا وصلنا للنهاية أبدا الرجال ما بيعرفوش كده لأنه معهم مدد من ربنا سبحانه وتعالى واستعن بالله ولا تعجز يبقى أنت ارجع وارجع لبيتك وحاول تحل مشاكلك وحاول تفض كل هذه النزاعات عشان أولادك وعشان زوجتك دي ما زالت لحمك ودمك ما زالت أنت مسؤولة أمام الله عنها فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تلجئها إن هي هتعمل إيه لما هم يحتاجوا يكلوا ويشربوا وملقوش ده كل ده وربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك عود إلي يا عبدي واتق الله في أهلك واتق الله في أهل بيتك ولا تضيعهم فإن هذا يغضبني فعليك أن أنت ترجع ربنا سبحانه وتعالى